السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الأول الآن سأقوم بحل أسئلة الدرس نبدأ أولا في كتاب الطالب ثم ننتقل إلى كتاب التمارين في البداية كتاب الطالب سنبدأ بصفحة 25 هنا قلنا في البداية عند عملية الطرح هنا خط هل يوجد هنا عشرات؟ لا إذن لا نضع خطة ننتقل هنا خط وهنا خطة بالتالي سأطرح الخط من الخط أربعة ناقص صفر أربعة على اليد سأخبئ منها أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة كم بقية صفر؟ سنكتب الصفر نبتعد عن إشارة اليساوي ونكتب الصفر هل الاثنان يوجد أحد نطرحها معها؟ لا إذن سنكتب هنا اثنان أيضا خط هنا لا يوجد عشرات هنا خط خطان تسعة ناقص خمسة تسعة ناقص خمسة إذن سنضع تسعة يا أول هنا لدينا تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أنتم يا أول تضعون تسعة أصابع كم سأخبئ منها؟ سأخبئ منها خمسة نبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كم عود بقي لدينا؟ أربعة إذن سنبتعد عن إشارة اليساوي ونكتب الأربعة هذه الأربعة لا يوجد أحد نطرحها معها إذن سنكتب أربعة نبدأ هنا خط خطان خط خطان إثنان ناقص صفر إثنان أي عدد نطرحه من الصفر؟ قلنا يعطينا نفس العدد إثنان سبعة ناقص إثنان هنا لدينا سبعة أنتم يا أول تضعون سبعة في أصابع اليد تضعون سبعة في أصابع اليد الآن هنا لدينا سبعة كم سأطرح منها؟ إثنان واحد إثنان كم عود؟ واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب الخمسة هنا أصبح الناتج إثنان وخمسون نبدأ هنا خط لا يوجد عشرات لا نضع شيء هنا خط خطان نقول نبدأ من الثمانية ناقص ستة نضع اليد ثمانية نخبئ منها الستة كم يبقى لدينا؟ إثنان الآن هذه التسعة لا يوجد أحد معها سنكتب التسعة نبدأ خط خطان خط خطان سبعة ناقص صفر أي عدد نطرحه من الصفر يعطينا نفس العدد سبعة الآحد يكتب بعيد عن إشارة اليساوي كما كتبت هنا السبعة خمسة ناقص ثلاثة نضع خمسة على اليد سأخبئ منها ثلاثة واحد اثنان ثلاثة كم بقية؟ بقية لدينا اثنان فأصبح مناتج سبعة وشري نبدأ هنا خط خطان خط خط سبعة ناقص صفر أيضا سبعة ستة ناقص خمسة يعطينا واحد هذا يا أول سوف يؤجن لحصة قادمة اكتشف الخطأ عد وليد تنازلي واحدات إذن أولا تنازلي واحدات بمعنى كل مرة سينزل واحدة ليجد ناتج طرح سبعة وثلاثون ناقص خمسة كالتالي نبدأ سبعة وثلاثون عندما نعود تنازلي سبعة وثلاثون ننزل درجة ستة وثلاثون ننزل درجة خمسة وثلاثون ننزل درجة أربعة وثلاثون ننزل درجة ثلاثة وثلاثون اكتشف الخطأ في إجابة وليد ثم أصححها إذن نبدأ هنا الخطأ كان أن وليد بدأ من العدد 37 نزلنا درجة 36 صحيحة نزلنا درجة 35 أيضا درجة 34 أيضا درجة 33 بقيت لدينا أيضا 1 32 32 إذن أصبح الناتج 32 لم يكمل العد التنازل حتى يصل إلى الناتج وهو 32 إذن هكذا قمنا بحل صفحة 25 من كتاب الطالب الآن سأقوم بحل كتاب التمارين نبدأ في كتاب التمارين صفحة 13 نبدأ هنا في البداية نقول خط هنا لا يوجد عشرات نقول خط إذن 8 ناقص 7 يضعنا 1 هل الستة يوجد أحد معها لا إذن نكتب الستة هنا هنا خط هل يوجد معها عشرات لا هنا خط خط 6 ناقص 4 يعطينا 2 وهنا الخمسة لا يوجد أحد معها سنكتبها كما هي أيضا هنا خط من لا يوجد عشرات خط خط الآن نقول 9 ناقص 6 نضع ستة على الريد سأخبر منها الستة كم يبقى يبقى لدينا ثلاثة الأربع لا يوجد أحد معها تبقى كما هي نبدأ هنا خط 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 9 ناقص 9 صفر سأوضحها أيضا من خلال العدام لدينا هنا أول تسعة هنا لدينا تسعة تسعة ناقص تسعة إذن هذه التسعة الذي أمامنا سأخبر منها التسعة نلاحظ كيف كم عود سيبقى نبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هل بقي لدينا عيدانيا أول صفر إذن العدد عندما نطرحه من نفسه يعطينات صفر التسعة لا يوجد معها أحد إذن سنكتب التسعة ننتقل هنا خط خطان خط خطان اثنان ناقص صفر أي عدد نطرحه من الصفر نفس العدد اثنان ثلاثة ناقص واحد أيضا اثنان نضع اليد ثلاثة نخبئ منها واحد يعطينا اثنان نبدأ هنا خط خطان خط خطان تسعة ناقص صفر تسعة تسعة ناقص ثمانية نضع تسعة اليد ونخبئ منها ثمانية يبقى لدينا واحد الآن خط خطان خط خطان ستة ناقص صفر ستة ستة ناقص ثلاثة نضع اليد ستة ونخبئ منها ثلاثة يعطينا ثلاثة خط خطان خط خطان اثنان ناقص صفر اثنان 8-7 يعطينا 1 هذا يأوسنا الجلو في حصة قادمة إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم